اتفق قادة الاتلاف الحاكم في ألمانيا على الكثير من الإجراءات المتعلقة بدمج اللاجئين عقب شهور من الخلاف حول سياسة التعامل مع عزمة اللجوء الاتفاق وصفه زيغمار جابريان نائب المستشرة الألمانية بأنه خطوة تاريخية لإنجاح مهمة دمج اللاجئين فيما أكدت ميركل أن الإجراءات الجديدة من شأنها التقسيم بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة في البقاء والذين ليس لديهم هذه الفرصة وأكدت أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل يعدان أمران حاسمان في هذا الإطار فما هي النقاط التي تضمنها هذا الاتفاق وما عكاساتها على اللاجئين في ألمانيا هذه الأسئلة وأخرى نناقشها مع ضيوفنا في هذا الجزء من المسائية معنا في الستوديو الزميل لمازن حسن مرسلنا لشؤون السياسية والألمانية ومن مدينة بون الألمانية ينضم إلينا السيد عارف حجاج نبدأ معك زميل مازن ما هي أهم النقاط التي تضمنها هذا القانون أو مشروع القانون المتعلق بضرورة دمج اللاجئين في ألمانيا نعم يوسف تحديد أنه هو مشروع قانون وسيتم إصداره من قبل الحكومة الألمانية في الرابع والعشرين من مايو المقبل الذي أعرض على البرلمان قبل أن أتطرق إلى النقاط أو أشرحها أريد فقط في عجالة سريعة أن أوضح أهمية هذا القانون هذه المرة الأولى في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بعد تأسيس ألمانيا الحديثة أن تحاول الحكومة الألمانية تنظيم العلاقة بين اللاجئين والمهاجرين القادمين إليها وبين المجتمع الألماني وسوق العمل الألماني في صورة قانون ملزم يعني يوضح ما على هذه الجاليات أو هذه الفئة وما لها وما عليها من حقوق وواجبات يبدو الحكومة الأمنية تريد أن تتجنب ما وقعت فيه من أخطاء في الماضي في التعامل مع المهاجرين واللاجئين الذين أتوا إلى ألمانيا سواء الأتراك أو الفلسطينيين أو العرب الذين أتوا في الثمانينات ونشأت في ألمانيا مجتمعات موازية ومشكلات كثيرة تتعلق بانتماجهم وبالتالي هذا القانون وهذه النقاط لتجنب تكرار هذه المشكلات النقطة الأساسية في هذا القانون أن الحكومة الألمانية تريد الإسرع والتعجيل باندماج هؤلاء في سوق العمل الألمانية تريد تخصيص مائة ألف وظيفة من ميزانية الحكومة الألمانية في الفترة الأولى للاجئين الذين لهم فرصة كبيرة في البقاء في ألمانيا تحديدا اللاجئين السوريين اللاجئون الذين سيعملون أيضا سيجدون فرصة كبيرة لدخول سوق العمل الألمانية لأن هناك ما يسمى بأسبقية أو ميزة حصول المواطن الألماني والأوروبي على فرصة العمل قبل المواطن من دولة ثالثة هذه الميزة سيتم إلغائها وبالتالي ستكون هناك مساواة بين اللاجئ وبين المواطن الألماني والأوروبي عند التقدم لوظيفة ما في سوق العمل الألمانية إذا ما كان يتمتع طبعا بالمؤهلات الكافية نقطة ثالثة مهمة أن اللاجئ الذي سيقبل طلب لجوه في ألمانيا لن يحصل على إقامة مفتوحة في ألمانيا مباشرة كما كان الحال حتى الآن ولكن لابد أن يثبت أنه خلال هذه السنوات الثلاثة قام بمجهود كبير في تعلم اللغة الألمانية وحضور دورات الاندماج وتعرف على الثقافة الألمانية وأيضا للحصول على فرصة عمل وأيضا للتأهيل والتدريب المهني وإلا أن يحصل على هذه الإقامة المفتوحة هناك نقاط عديدة في الحقيقة سنأتي على ذكر هذه النقاط وبتحليلها وكذلك الانتقادات التي وجهت إليها من أطراف سواء متعلقة بأطراف سياسية في ألمانيا دعني أخذ رأيي الدكتور عارف حجاج معنا في مينبون دكتور حينما يصف قادة الاتلاف هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيغير بالنسبة إلى أزمة اللجوء في ألمانيا ما يمكن أن يقدمه أصلا إلى اللاجئين قانون كهذا أولا في اعتقادي أن هذا القانون لا شك أنها لفتة إيجابية ممتازة بالنسبة لتاريخ ألمانيا المعاصر ولكنني أتحفظ على مصطلح التاريخي أو الخطوة التاريخية لأن هذا مجرد مشروع قانون ويجب أن يبت فيه البرلمان الاتحادي في خلال شهرين وهي فترة قصيرة للغاية في اعتقادي أن من النتائج الإيجابية لهذا القانون هو أن لا يكون مجرد كلام معسول نظري وإنما يجب أن يطبق بحيث لا يشمل فقط الفئات السياسية والأحزاب السياسية بل يجب أن يكون له أيضا جانب مجتمعي باعتبار أنك يجب أن تحاول كسب المجتمع الألماني أي المجتمع الأغلبية لكي يعتمد هذا القانون الذي يحاول أن ينظم موضوع لا فقط الاندماج وإنما اللجوء السياسي والهجرة وبالتالي أعتقد أن الوقت لم يحن بعد لكي نقيم هذا القانون فهو لم يصر بعد ولكن خشيتي هو هي أن بعض الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب التي بدأت تكبر في الفترة الماضية وهي أحزاب يمينية أستطيع أن أسميها حتى أحزاب شعبوية متطرفة أنها سوف تقوم بتوجيه النقد الشديد لهذه الخطوة مما قد يغير من مواقف الأحزاب الرئيسية في ألمانيا ويجعلها تعمل إلى تعميم أو إلى تخفيف مجرى ومحتوى هذا القانون بمعنى آخر هذه خطوة جيدة وكان يجب أن تفكر ألمانيا في موضوع الاندماج في خلال الأعوام الثلاثين الماضية للأسف الشديد هذا لم يتحقق الوقت ما زال قائما أو الفرص ما زالت قائما لتحقيق هذا التقدم ولكن الوقت لم يحن بعض لكي نعطي تقييما أكيدا حول هذا القانون جيد أعودي إليك مازين في الحقيقة ما أثار انتباهي نائب المستشار الألماني زيغمار جابريال قال بالحرف الواحد أن التدابير المتفق عليها ليست سوى خطوة أولى نحو قانون أكثر شمولا للهجرة ماذا يعني بذلك؟ هل ألمانيا بدأت تعترف بنفسها على أنها بلد هجرة أم ماذا بالضبط؟ هذه نقطة في غاية الأهمية يوسف وتحديدا الانتقادات أو أحد أوجه الانتقادات الموجهة لهذا القانون من قبل المعارضة من قبل منظمة بروازيل من قبل أحزاب سياسية أخرى في ألمانيا هي أنه قانون ينظم كما ذكرنا عملية اندماج اللاجئين الموجودين على الأراضي الألمانية ولكنه يأتي كخطوة كان مفترض أن تسبقها خطوة أخرى وهي أن يكون لألمانيا قانون لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا يعني تنظيم دخول ألمانيا اللاجئين لألمانيا أولا قبل تنظيم وجودهم وحياتهم في المجتمع الألماني ما ذكره جابريل هو مطلب للحسم الاشتراكي للديمقراطي من فترة طويلة أن تكون لألمانيا قانون ينظم الهجرة إليها معروفا ألمانيا تحتاج إلى عدد كبير من المهاجرين إليها سنويا هذا يقول ويأكده الخبراء 150 أو 200 ألف حتى تحافظ على مستوى هناك تراجع في التعداد السكان في ألمانيا وحتى تحافظ على رفياتها الاقتصادية وتعود النقص الذي يحدث في سوق العمل هذا قبل أزمة اللجوء وقبل أن تتضفق على ألمانيا أكثر من مليون لاجئ في العام الماضي كان ذلك الوضع وكان الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة يرفض الاعتراف بأن ألمانيا دولة مستقبلة للمهاجرين وأنها دولة هجرة ويرفض إصطار هذا القانون الآن ألمانيا أمام أمر واقع جديد اضطرت إلى استقبال هؤلاء 100 ألف من اللاجئين كثير منهم غير مؤهلين ولم تختارهم الحكومة الألمانية وبالتالي كان السؤال هنا لابد من إصطار قانون للهجرة حتى تستطيع ألمانيا أن تحدد من يأتيه من أي دولة وما هي المؤهلات التي يحصل عليها التي لابد أن يقدمها هؤلاء قبل أن يدخلوا ألمانيا إذا ما تمكنت الحكومة الألمانية من السيطرة على طيار اللاجئين وتضفق اللاجئين بالاتفاقات التي تجريها الآن مع تركيا وتحركاتها في كل الاتجاهات لتأمين حدود الأوروبية الخارجية ألمانيا ستحتاج أيضا في المستقبل إلى تضفق للمهاجرين عليها ولو بالنسبة محدودة ولذلك فلابد من قانون ينظم الهجرة إلى ألمانيا وهذا ما يقصده جابريل في الحقيقة بمجرد طرح قانون أو التدبير بهذا الكم من أجل إعادة أو دفع اللاجئين إلى الاندماج هو في الحقيقة يطرح الكثير من الأسئلة وهنا أود في الحقيقة أن نتحدث إلى الدكتور عارف حجاج هل يعني ذلك أن اللاجئ لا يريد الاندماج أم ماذا بالضبط حينما تصدر تدبير بهذه الطريقة في واقع الأمر أن اللاجئين الذين وفدوا إلى ألمانيا في العام الماضي وعددهم وصل إلى حوالي مليون شخص لا أريد أن أقول أنهم لا يريدون الاندماج أعتقد أن هدفهم الرئيسي هو العيش بعيدا عن ظروف الحرب والنكبات السياسية والعسكرية التي عانوا الأمرين منها يأتون إلى برد غريب للغاية بالنسبة لهم وربما لم تكن لدى أغلبيتهم درجة كافية من الثقافة ومن التعليم فهم الآن فجأة يعيشون في بلد غريب بالنسبة لهم لا يفهمون طبائع هذا البلد تقاليده ومن هنا كان من الضرورة لا أستطيع أن أقول بأنهم يرفضون الاندماج ولكن من الصعب عليهم الاندماج طالما لم تتوفر لديهم معطيات معينة توفره لهم الدولة نفسها بمعنى أن تكون لهم الإمكانية كما قال الأستاذ مازن بتعلم اللغة الألمانية أعتقد أن هذا شرط مديهي جدا إذا كانوا يريدنا الاندماج لأنه دون تكلم أو إتقان اللغة الألمانية هنا في ألمانيا فإن عملية الاندماج سوف تكون شيئا مستحيلا من ناحية أخرى أيضا يجب أن تكون هناك محاولة لتكييف نظرة هؤلاء اللاجئين الذين ينتمون إلى ثقافة دينية وحضارية تختلف كثيرا عن الثقافة الكائنة في أوروبا وفي ألمانيا لا أريد أن أقول أن عليهم أن يتخلوا عن ثقافاتهم وتقاليدهم ولكن من الضروري من أهمية كبرى للاندماج أن يكون لديهم الاستعداد للتكييف أو للنظر إلى الحضارة التي يعيشون فيها الآن بشكل جديد على أن يتقبلوها وهذا لا يعني أن ينصهروا في هذا المجتمع ولكن يجب أن تختفي نظرة العداء ونظرة الغرابة التي قد تكون تهيمن على نظرتهم لتلك الحضارة هذا بكل وضوح وبكل صراحة يعني على سبيل المثال أن المجتمع الألماني والأعراف الألمانية لا تفرق بين وضع الرجل والمرأة طبعا هناك فروق طفيفة فيما يتعلق بسوق العمل ولكن بصورة عامة مجتمعية ليست هناك فروق تستحق الذكر بالنسبة لبعض الفئات التي تأتي تفيد إلى ألمانيا من بلدان مسلمة وبلدان عربية قد تكون النظرة تختلف وهذا يخلق بعض الصعوبات لأن عملية الاندماج تتطلب أن يسمح الأباء لبناتهم أيضا بالالتحاق على سبيل المثال بالرحلات المدرسية وبالنشاط الرياضي وبالنشاط الثقافي إلى غير ذلك هذه المسألة لا يستطيع القانون بحد ذاته أن يغيرها ولكن هذه مسألة جوهرية هامة يجب الوصول إليها خطوة بخطوة وكذلك بالنسبة إلى قضية الاندماج يجب الآن طبعا خلق كل ظروف المواتي اللاجئين على الأقل بالنسبة إلى الاندماج أرى أن لديك تعليق حول ما قد نعم بتأكيد يعني ما ذكره دكتور نقطة في غاية الأهمية هي مسألة التكيف ولذلك فالقانون الآن يشدد في خطوة جديدة يعني تعرضت أيضا لانتقادات كثيرة ويشدد الآن الإجراءات العقابية على اللاجئين الذين لا يتكيفون مع المجتمع الألماني بصورة أو بأخرى بمعنى أن هناك دورات لتعليم من اللغة الألمانية ودورات للتعريف بالثقافة والحضارة الألمانية والقونين الألمانية هذه الدورات سيتم التوسع فيها الآن عن ذي قبل ولابد أن يحضرها ستصبح ملزمة لكل اللاجئين لابد أن يحضروا حتى لو كانت لديهم خلفية سابقة أو معرفة باللغة الألمانية وإذا لم يثبتوا حضورهم هذه الدورات هذا ما ينص عليه مشروع القانون سيتعرضون للعقوبات ما هي هذه العقوبات؟ مثل تخفيض المساعدات التي يحصلون عليها في الفترة الانتقالية ربما أيضا عدم الحصول على الإقامة الإقامة في ألمانيا أو التأشير في ألمانيا بشكل دائم ربما لفترة مؤقتة تجدد حتى يثبتون حصل نواياهم وما إلى ذلك إلى أي مدى يمكن للاجئين يتعرض مثلا إلى الترحيل هل تمطر هذه القضية بالنسبة إلى الاتلاف الحاكم هنا في ألمانيا؟ طبعا هذه نقطة أساسية وتهدف إلى تهديئة الرأي العام الألماني وبالتحديد النسبة من الناخبين الذين انتخبون اليمين المتطرف والأحزاب اليمينية التي تعزف على أن اللاجئين ربما من ثقافة أخرى كما ذكر الدكتور ربما لا يلتزمون بالقوانين الألمانية لذلك فإن مشروع القانون ينص على أن اللاجئ الذي ينتهك القوانين الألمانية وارتكب جريمة سيتم معاقبته بإنهاء إقامته في ألمانيا وربما ترحيل إلى الدولة التي ياتي منها رغم أن القانون الألماني يمنع ذلك ولكن ستتم بحث ذلك في حين إذا سمحت الظروف في دولتي يتم ترحيل إليه إذا كانت الوضع أصبح آمنا إما يوضع تحت المراقبة ويكون في وضع مؤقت ولا يحصل على الميزات التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون بمعنى أن الآن بتاء الاندماج هو إلزامي بالنسبة إلى اللاجئين دعني أسأل الدكتور عارف حجاج إذا كان عملية الاندماج أو إدماج اللاجئين بات إلزاميا بالنسبة إلى اللاجئين هل هناك هل كل الظروف أصبحت يعني مواتية بالنسبة لللاجئ ألا يعيش اللاجئ الآن ضغط كبير يعني حينما تسن قوانين تجبره على الاندماج في اعتقادي أن اللاجئ سوف يواجه صعوبات شديدة جدا من نسبة للاندماج أريد أن أسميها أيضا صعوبات لوجستية وصعوبات إدارية فإن هناك دورات عديدة ترتب للاجئين لدراسة اللغة ولمعرفة الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في ألمانيا ولكن الكوادر ليست متوفرة بشكل كاف وهناك الكثيرين من المتطوعين الذين يحاولون أن يلتحقوا بهذا الركب ويساعدوا اللاجئين في عملية الاندماج ولكنهم لا يجدون فرصا مواتية كما قد بسبب وجود نقص لدى الموظفين المعنيين بهذه المسألة لكن اسمح لي أستاذ يوسف أن أقول الموضوع عندما نتحدث عن الاندماج الاندماج لا يقتصر فقط على مليون لاجئ ربما يكون وجودهم هنا في ألمانيا وجود مؤقت أريد أن أقول على سبيل المثال لو كنا متفائلين وافترضنا بأن الأوضاع في سوريا قد تتحسن بعد عامين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة أعوام أنا على ثقة كبيرة بأن أغلبية السوريين لن يقيموا هنا وإنما سوف يغادرون ويعودون إلى أوطانهم مشكلة الاندماج ليست مقتصرة على اللاجئين وإنما هي تشمل الذين ينحدرون من أصول أجنبية هنا في ألمانيا والذين يعيشون حتى في الجيل الثالث أو الرابع ولم تتحقق لديهم معايير الاندماج رغم أن اللغة متوفرة لديهم هناك الكثيرين من الأتراك أو من الذين ينحدرون من أصول تركية وعربية إلى آخره ويتكلمون ربما الألمانية أفضل من لغاتهم الأصلية ولكن عملية الاندماج لم تتحقق لأسباب عديدة يجب التعمق فيها من ضمن ذلك أن بيئتهم المنزلية لا توفر لهم الإمكانية للتأقلم في هذا المجتمع ثم أن هناك أيضا مشاكل قائمة وبعض العوائق الشديدة القائمة لدى مجتمع الأغلبية فالكثيرون من الألمان لا يتقبلون فكرة الهجرة التي هي فعلا أمر ضروري يجب أن ترتب هذه المسألة فالمسألة تتطلب الليون لا فقط من المهاجرين دكتور عفواً على المقاطعة في الحقيقة الحديث عن الاندماج دائماً يقودنا إلى الحديث عن ما هي الاندماج ماذا يريد الألمان من خلال من اللاجئين كيف يصبح اللاجئ مندمجاً بصفة كلية في المجتمع الألمان بصفة كلية طبعاً هذا شيء مطلق ومثالي لا أعتقد أنه لن يتحقق ولكن يجب أن نحاول تفادي خلق مجتمعات موازية جديدة كالحال القائم في بعض المدن الألمانية مثل بعض مناطق بلين وبعض مناطق كولون إلى آخره يعني المفروض لا أن ينصهروا في المجتمع الألماني لا أن يصبحوا ألماناً أو يصبحوا حتى ألماناً أكثر من الألمان ولكن يجب أن يحترموا أعراف هذا البلد وأن لا يقيموا ما يعتبرونه شيئاً غريباً في نظرهم بأنه أمر فاسد أو غير إخلاقي أو أنه تحلل إلى آخره يجب أن يكون عندهم تقبل ولكن هنا الموضوع يرتبط بمدى ثقافة الشخص أنت لا تستطيع أن تطالب الشخص البسيط بأن تكون له القدرة على أن يفرق بين هذه المعطيات المختلفة الغريبة بالنسبة له والمعروفة إليه ولكن على الأقل بالنسبة للفئات التي لها درجة كافية من التعليم أعتقد أن إمكانية الاندماج هي أسهل بكثير وصلت هذه الفكرة في الحقيقة الطريق إلى الاندماج طبعاً يمر مثل ما قلت باللغة ولكن العمل العمل هو أكبر يمكن خطوة لاندماج في المجتمع الألماني هل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية لها دور في ذلك؟ وإلى أي مدى طرح السياسيون الألمان هذه القضية على الفاعلين الاقتصاديين على المؤسسات الاقتصادية والشركات الاقتصادية هنا في ألمانيا؟ الشركات الاقتصادية بالتأكيد ترحب ترحب باللاجئين الذين أتوا إلى ألمانيا هناك نسبة كبيرة من هؤلاء من الشباب ويسدون نقصاً موجوداً في سوق العمل الألماني إذا ما تم تدريبهم وتأهلهم بشكل كافي ولكن هذه هي الإشكالية من بين ردود الأفعال الآن على مشروع القانون كان رد الفعل من اتحاد الصناعات الألمانية اتحاد الغرف التجارية كان رداً متوازناً رحب بمشروع القانون ولكن البعض قال ولكن نحتاج إلى دعم من الحكومة الألمانية دورات لتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب دعم مادي ربما دعم سياسي لا أدري تحديداً ولكنهم يريدون دعم أكبر بحيث يمكن تأهيل هؤلاء العامل الذي يأتي من العامل السوري الذي يعمل في مصنع في سوريا ويأتي إلى ألمانيا ولديه مؤهلات تؤهله للعمل في السوق الألماني لابد أن يتدرب في شركة ألمانية في مصنع ألماني ليعرف كيف يتعامل مع هذه الأجهزة مع سلوب العمل في ألمانيا يعني هذه المرحلة الانتقالية مطلوبة إلى حد كبير قبل أن نساوي طبعاً بالشهادات ونعادل الشهادات الدراسية وما إلى ذلك هذه النقطة أثارها الاتحاد الغرف التجارية الألمانية ولكن من بين الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليها أن تحديد مقر سكن المهاجرين أو اللاجئين عفواً في ألمانيا يعني ألا يشكل ذلك صعوبة أكبر بالنسبة إلى اللاجئ في البحث عن العمل ونحن نعلم الفروقات الكبيرة بين المدن الألمانية في فرص البحث عن العمل والوصول إلى منصب عمل معين طبعاً يوسف يعني معظم اللاجئين يأتون هنا يريدون أن يتوجهوا مباشرة إلى المدن الكبرى برلين، هامبورغ، ميونيك حيث توجد الجاليات والنسبة الأكبر من المهاجرين من نفس الدول ولكن الحكومة الألمانية تريد الآن بهذه النقطة في القانون يعني أن تخفف العبء عن المدن الكبرى مثل برلين مثلاً حتى لا يتوجه جميع السوريون إلى نوي كون أو فيدينغ وهناك أماكن كثيرة في ولايات ألمانية في مدن في ولايات ألمانية في شرق ألمانيا تعاني من نقص وتراجع في تعداد سكان هناك مساكن ومنازل خالية فهناك هنا هذه نقطة ترعي الحكومة الألمانية ولكن بالطبع هي تقول من يحصل على وظيفة أو فرصة عمل في مدينة أخرى يستطيع أن يتحرك بحرية تامة ولن نمنعه ولكن فقط نحدد إقامة هؤلاء الذين يعيشون على المعونات والمساعدات الحكومية الألمانية من اللاجئين هؤلاء لابد أن يبقوا في الأماكن التي حددناها لهم جيد يعني أود في الحقيقة الحديث مع الدكتور عارف حجاج حول إلى أي مدى يمكن للحركات اليمينية المتطرفة وحتى الشعبوية أن تستغل قوانين مثل هذا على الأقل للوصول إلى مآرب سياسية تريدها أعتقد أن الخطر وارد جداً ولا تنسى بأن الانتخابات البرلمانية العامة سوف تجرى في خلاف غضون عام ونصف أي أنها فترة قصيرة نسبياً ولذلك يجب على يجب على اللاعبين السياسيين هنا أن يحققوا نجاحاً واضحاً فيما يتعلق بمشروع الاندباج وإلا أعتقد أن هذا سوف ينعكس سلباً بمعنى أن الأحزاب التقليدية سوف تبوء بهزيمة نسبية في الانتخابات على مصلحة الأحزاب الأخرى اسمح لي أن أضيف فقط ملاحظة بالنسبة لرجال الاقتصاد في اعتقادي أن هناك بالنسبة لهناك 100 ألف فرصة عمل سوف تخلق خاصة للاجئين هذه ليست بالمشكلة ليست بالمعضلة ولكن بصورة أعمى أعتقد أن هناك بعض التمييز الذي يعاني منه الذين ينحدرون من أصل أجنبي بمعنى إذا رشح نفسه شخصاني لوظيفة ما وكان أحدهما ألماني بالمفهوم البيولوجي والشخص الثاني كان يسمى مصطفى أو علي أو محمد فهذا الشخص الذي ينحدر من أصول إسلامية هو في الأغلب الخاسر ولذلك طرحت فكرة أن تكون هناك امتحانات تحريرية دون معرفة الاسم تماماً وإنما إعطاء أرقام سرية لهذا الغرض وعندما يحقق بعض الأشخاص النجاح ويجتزون الامتحان الشفوي لأن هذا من شأنه فعلاً أن يمنع حدة التمييز الذي يعاني منه الكثير من المشارب لدي تقريباً دقيقة من الوقت لديك تعليق بهذا الشيء نعم بتأكيد هذه فكرة ممتازة لأن هناك فعلاً تمييز يحدث واعترف بالمسؤولون هنا حتى في برلين ولكن القانون مشروع القانونية تضمن كما ذكرنا الآن وبشكل عام ودون تفاصيل مساواة اللاجئ الذي يعني يبحث عن عمل بالمواطن الألماني والمواطن الأوروبي في فرصة العمل التي يتقدم لها إذا ما كانت لديه نفس الكفاءة على نفس الكفاءة وعلى نفس المستوى المهني طبعاً هناك يعني بتأكيد تفاصيل ستضاف إلى هذه النقاط توضح لنا كيف سيتم تحديد ذلك وتطبيقه على أرض الواقع يعني لم نعرف هذه التفاصيل أزميل ماسين حسان مرسل شؤون السياسية الألمانية شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا هنا في الستوديو الشكر موصول إلى الدكتور عارف حجاج الكاتب والخبير في الشأن الألماني شكراً جزيلاً لك دكتور على هذه المساهمة إذن مشاهدنا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية مسايا دي دابل وقدمنا لكم من العاصمة الألمانية برلين شكراً على حسن المتابعة إلى اللقاء